السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين اليوم درجة جديد خاص بكورس البي أل سي المستوى الثاني كثير من الأخوة طلب من عندي أن أعيد حلقة ربط البي أل سي وربط العناصر بشكل عاملي وأيضا تكون بحلقة منفصلة وبشكل مبسط بهذا الدارس رح نطرق على ربط البي أل سي والعناصر وأيضا الوايرينغ الخاص بالبي أل سي لكن يكون بشكل مبسط ومفهوم للجميع فأول مكون وأهم مكون في البي أل سي هو رح يكون عبارة عن الباور سبلاي اللي هو رح يغذيه للسي بي ويغذيه للعناصر فأنا عندي هنا هذا الباور سبلاي هذا يدخل له 220 ويخرج 24 فولت هذا 220 يدخل هنا باللين والنيوترال اللين والنيوترال 220 ويخرج بالل والم اللي هي سالب موجب 24 فولت أوكي هاي هاي 24 فولت دي سي يخرج من هذا الباور سبلاي يعني يدخل 220 ويخرج 24 فولت من هنا رح يخرج 24 فولت هذا وظيفة الباور سبلاي فاني احتاج 24 فولت لان انا عندي سي بيو 24 فولت أوكي انت ربما عندك السي بيو اشتغل على 220 فما رح تحتاج الباور سبلاي أوكي حاليا رح نطرق ايضا على رابط السي بيو معلومات ايضا على السي بيو لو تلاحظ انه السي بيو مكتوب عليه اللي هي السي بيو 224 هذا يعني المودي المالتي 224 النوع مالتي لو تلاحظه هو دي سي دي سي دي سي بمعنى انه الباور سبلاي الخالص بالسي بيو لازم يتغذى على 24 فولت 24 فولت لازم اغذي 24 فولت الدي سي الثانية بمعنى انه المداخل رح تكون اه يعني اه 24 فولت وليسة 220 اوكي يعني هاي المداخل لازم تكون ايضا دي سي يعني 224 فولت الدي سي الثالثة هي المخارج المالتي احنا عدنا المخارج بالبي لسي الاسف الميتين او اي نوع من البي لسيات رح تكون على نوعين اما تكون ترانزيستر او تكون عبارة عن ريلي فاذا كانت ترانزيستر لازم اغذيها 220 فولت اما اذا كانت عبارة عن ريلي رح اما اغذيها ب 24 فولت او 220 فولت فهنا بما انه كتب لك دي سي يعني هاي دي سي الثالثة دي سي يعني معناته انه الاوتبوت ماتك عبارة عن ترانزيستر فلازم تغذيه وتخرج من عنده 24 فولت دي سي وليس اي سي اما اذا كتب لك اي سي فعادي تقدر تخلي به اا يعني 220 او تقدر تخلي به اا 24 فولت لانه عبارة عن كونتك من ريلي تمام هاي بالنسبة للمعلومات اللي موجودة احنا هذا ايضا السيريال نمبر او البرودكت نمبر الخاص بالسي بيو هو اي اي انصر ببرودكت نمبر فهذا البرودكت نمبر اللي هو الخاص بالسي بيو السي بيو لازم اغذيه فالتغذية رح تكون من فوق من من الاعلى رح يتغذى من الال والام فاشوف هو حفو depending عن محبطات لماذا عن انا عندي اول مثل ما ذكرنا اول شيه فالاولى دي سي هي عبارة عن البور سبلاي فالبور سبلاي رح يكون عبارة عن 24 بولت من هنا 24 فولت بالال والام الموجب والام هو السالب هاي شنوع راح اغذي البور سبلاي بال 24 عندي يدخل مثل ما ذكرنا مئتين وعشرين هاي الاسود مئتين وعشرين ويخرج عبارة عن اربع وعشرين فولت اللي هي هاي بالاسود والاحمر يذهب على هذا الكنكتور انا هذا الكنكتور فقط ضيفة للتوضيح يعني هذا يدخل بي اه مئة اربع وعشرين فولت سالب موجب ويخرج اه يعني اثنين سالب واثنين موجب حتى اقدر اوزحها على المداخل وعلى المخارج على السي بيو تكون بكل سهولة شوف هذا الكنكتور تمام فاني اخذت موجب سالب من هذا الكنكتور اللي هو جاي من الباور سابلاي اخدته على السي بيو غذيت بي ال ال وال ام اوكي هاي ال ال وال ام اللي موجودة على السي بيو اللي هي تعتبر التغذية مالة ال ال بي ال سي اوكي من اغذي اه اه اربع وعشرين فولت بنفس ال بي ال سي اكو بالاسفل دائما نصير اسفلها ايضا اكو ال و ام هاي نفسها هي ال اربع وعشرين راح تخرج لي ايضا اربع وعشرين من هنا كأنما موجودة بي اه كأنما راح يحول لي اياها من اربع وعشرين فولت دي سي الى ايضا نحي خرج لي اربع وعشرين فولت دي سي في بعض الانواع الخاصة بالبي ال سي هنا يكون عبارة عن اي سي فالتغذية مالتة راح تكون عبارة عن ميتين وعشرين فولت بنفس الوقت راح يخرج لي راح تكون هنا ال ال وال ام اللي هي راح يخرج لي اربع وعشرين فولت يعني كأنما هو ال بي ال سي راح يكون عبارة عن باور سابلاي فرح يخرج يدخل 220 ويخرج 24 فولت دي سي هاي ال 24 فولت الدي سي راح استخدمها في تغذية المداخل وتغذية المخارج اذا كانت من نوع دي سي فانت مخير لكن الافضل انه تستخدم باور سبلاي خارجي حتى يكون اأمن اليك لان اي مشكلة في هذا الباور سبلاي الخاص بالبي يالسي اللي هو يخرج ليها سي بيو راح يدي السي بيو ربما يحدث تلف في السي بيو فالافضل اليك انه تستخدم باور سبلاي خارجي حتى اي مشكلة الصير راح تأدي فقط ال باور سبلاي وربما هذا الباور سبلاي بداخل الفيوز فتقدر تغير فقط الفيوز ويرجع الامور شغالة كما هي هاي بالنسبة للتغمية مالة السي بيو هاي راح ابدي بالا المداخل هذا المداخل لو تلاحظ اللي هي بالاسفل تبدي من الاي زيرو واي وان حسب نوع البالسي فاني هنا الاي زيرو واي وان هذا بمعنى انه البايت وهذا بايت يعني هذا بايت زيرو وهذا بايت وان فالبايت زيرو هو عبارة عن ثمن مداخل والبايت وان ايضا عبارة عن ثمن مداخل لكن هو هنا منتهي الى الخمس مداخل يعني هنا راح تكون ثمانية وهنا راح تكون خمسة اوكي خمس مداخل فكل امبوت اه عبارة عن رقم شوف اسه هذا الزيرو وان تو ثري بمعنى انه هذا اول امبوت هو عبارة عن اي زيرو زيرو يعني كأنه ما راح بمعنى انه البايت زيرو اه الامبوت الاول الثاني راح يكون عبارة عن اي زيرو وان اوكي يعني الامبوت اه الثاني من البت الاول وكل اه بت من هذا الى رمز يعني هذا راح يكون البيت الاول اللي هو راح يكون اي زيرو زيرو الانبوت الثاني رح يكون عبارة عن الـ i01 الانبوت الثالث رح يكون عبارة عن الـ i02 وهكذا بالنسبة للبيت الثاني هذا البيت اللي هو الـ i01 بالنسبة للمداخل الخاصة بي رح يكون i10 يعني معناته انه المدخل رح يكون رقم 9 لأن هذا ينتهي 8 اللي بعد رح يكون التاسع وهكذا تستمر مع بقية المداخل بالنسبة للتغذية مع المداخل لو تلاحظ انه التغذية مع المداخل هي عبارة عن الـ i-m وهذا أكو i-m بمعنى انه لازم أغذي الـ i-m-put بإشارة بالبداية مشتركة سواء هاي الإشارة كانت موجبة أو سالبة ماهكو أي مشكلة فأنت إذا غذيت الـ i-m-1 و الـ i-m-2 بإشارة موجبة فلازم أتغذي المداخل بإشارة سالبة حتى تكتمل الدورة فأنا هنا مغذيها بالإشارة السالبة اللي هي باللون الأسود شوف هذا اللون الأسود مغذي به الـ i-m-1 فالـ i-0-0 والـ i-0-1 والـ i-0-2 لازم أغذيها بالإشارة الموجبة لأن أنا مغذي الـ i-m بإشارة سالبة فحتى تكتمل الدورة لازم أغذي الـ i-m-put بالإشارة الموجبة فإشارة الموجبة ربما تجي من خلال بوش بوتون هذا البوش بوتون أنا مغذي به المداخل المدخل الأول فهاي عبارة عن إشارة موجبة يجي من الرئيسي ويخرج يروح على الـ i-0-0 والبقية أيضا سواء جاي من حساس limit switch بوش بوتون أو selector أو أي شيء أنت تريد إحنا تقدر تربطه أوكي هاي بالنسبة للمداخل فلازم أغذيها بإشارة والإشارة الثانية راح تكون معاكسة للإشارة اللي أنا غذيت بها المداخل فإذا أنا غذيت الـ i-m بالإشارة السالبة المداخل لازم أغذيها بإشارة موجبة وإذا غذيت المداخل يعني التغذية مالتنم الـ i-m غذيتها بإشارة موجبة لازم المداخل لازم تكون بتغذية سالبة بالنسبة للمخارج هاي بالأعلى هاي المخارج هاي المخارج أيضا بيها q q-0 هذا q-0 لو تلاحظ هذا هنا q-0 وq-1 الـ q هو عبارة عن رمز للمخارج والـ i هو رمز للمداخل فالـ q أيضا بـ q-0 والـ q-1 يعني كأنه البيت الأول اللي هو الـ q-0 والبيت الثاني اللي هو الـ q-1 أيضا الـ q-0 يبدي من 0 ينتهي في 7 وكذلك الـ q-1 يبدي بال-0 ينتهي بال-7 يعني كل بايت عبارة عن 8 بيتات أوكي فهنا لو تلاحظ q-0 0 يعني بمعنى أول بيت من البيت 0 q-0 ثاني بيت من البيت 0 وهكذا تمام تمام هاي إن شاء الله واضحة لكم تمام بالنسبة للمخارج لازم أغذيها بإشارة موجبة وسالبة يعني لو تلاحظ هنا مكتوب الـ m هو إشارة موجبة عفوا و الـ m إشارة سالبة و ال- l إشارة موجبة فلازم أغذيها جايماً الـ connector اللي هو هذا على ال- connector نفسي اغذي به إشارة موجبة و الـ إشارة السالبة اوكي هاي الـ m ال- l 팀 الـ اشارة موجبة و ال- m揮 اشارة سالبة بالنسبة لـ Q00 و Q01 سيخرج لي إشارة مشابهة لإشارة الـ L يعني الـ L إشارة موجبة فسيخرج لي من الـ Q00 أيضا إشارة موجبة من يحصل تفعيل تمام من يحصل تفعيل لهذا المخرج سيخرج لي إشارة موجبة هذا أخرج إشارة موجبة فأنا أي L لازم أغذي بإشارة موجبة أيضا هنا لو تلاحظ أكو هذا الـ L أغذي بإشارة موجبة والـ M أغذي بإشارة سالبة من يحصل عملية التفعيل راح تخرج هاي المخارج عفوا هاي راح تخرج لإشارة موجبة لأن أنا غذيت الـ L بإشارة موجبة تمام من راح يخرج حسب أنت وين ما تيتربطه أنا رابط على هذا الرلي هذا الرلي هو 24 فلت سيخرج لي إشارة موجبة 24 فلت سيخرج لي يذهب إلى هذا الرلي أوكي هذا الرلي فإذا عرفنا التغذية مالة المخارج وشنون اتخرج 24 فلت ليش خرجت 24 فلت لأن أنا مغذيها بـ 24 فلت أنا غذيتها علي الأساس بـ 24 فلت لأن عندي هذا الـ DC الثالثة هو عبارة عن يمثل المخارج فبما أنه DC فإذا المخارج هي لازم تكون DC 24 فلت وهذا غذيت من عندها الرلي هذا لازم أحتاج إشارة سالبة حتى يشتغل فالإشارة السالبة راح تجيني من هنا هو نفسه اللي جاي من يعني كان ما رئيسي ما أخذه إلى الرلي أوكي هذا راح يتفعل أثناء التفعيل في الكود البرامجي شنون ما شرحنا في الكورس فأنت تقدر تتابع الكورس أنا شارح حلقات بالكاملة وشرح مفصل خطوة بخطوة وأغلبها بشكل عملي فأنت تقدر تتابع الكورس حتى تستفاد من هذا الموضوع وأيضا هنا نقدر نربط اقتصال بين السي بيو والحاسب حتى أقدر أبرمج البيالسي بالنسبة إلى هنا لو تفتح هذا راح تلاقي بداخل اكوبورت خاص بالإضافات إذا أنا أريد أضيف مثلا موديول خاص بالانالوج أقدر أربطها هنا مباشرة هاي أيضا راح نشرحها في الدروس القادمة إن شاء الله وأيضا لو تلاحظ هنا عبارة عن عتلة خاصة بإطفاء وتشغيل السي بيو وبالنسبة هاي الاثنين هي عبارة عن مقاومات متغيرة إن شاء الله راح أيضا راح أعملي لها درس حتى أشرح لكم كيفية الاستفادة من هاي المقاومات المتغيرة فإذا هذا السي بيو بمقاومتين متغيرة أقدر أستفاد من عندها في عملنا إن شاء الله واضح لك هذا الدرس تقدر تتابع الكورس بالكامل وشارح بخطوة بخطوة كيفية التعامل مع هذا النوع من السي بيو وبشكل عملي وأيضا نطبقين عليه مشاريع يعني متوسطة بشكل عملي وكيفية يعني نربطها وهي برامج ثانية حتى نقدر نستفاد من عندها بشكل جيد إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذا الفيديو وتقبلوا تحياتي وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر